نقلت صحيفة بيزنس إنسايدر عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية أنها أطلقت دخائرة كلفتها نحو ملياري دولار في الشرق الأوسط منذ أكثر من عام وأضح المسؤول للصحيفة أن الرقم يغطي الحملة البحرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر بما فيها تكاليف الغارات المتواصلة في اليمن وجهود واشنطن للدفاع عن إسرائيل من هجمات إيران ووكلائها في المنطقة كما تشمل التكلفة بحسب المتحدث باسم البحرية الأمريكية إسقاط الصواريخ الباليستية في البحر الأبيض المتوسط وفي تقرير لها قالت صحيفة بيزنس إنسايدر أن التكلفة المالية المتزايدة لعمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط تثير التساؤلات والمخاوف بشأن مخزون واشنطن من الصواريخ الاعتراضية وأكدت الصحيفة استمرار الغارات الجوية في اليمن والعمليات الاعتراضية في الشرق الأوسط في ظل تواصل التصعيدي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر